هواري هروح أجيلك علمطش بس نروح بقى الهواري شوية دخلنا على موسم انتقالات حلو كده فهنسى كل حاجة عند الهوار هبدأ معاك من عند محمود حمادة ورقة بتتقال كتير تقال شوية قريب من الاهلي شوية قريب من الزمالك نكمل مع فرقيته محمود حمادة رايح فين محمود حمادة رايح فين مفيش شكة كريمة ان محمود حمادة واحد من اللعبة المميزة دلوقتي في خط نص منتخب مصر ومع فرقه واحد قدر يحجز مكانة أساسية في منتخب مصر معلومة هو رقم واحد في اختيارات فيتوريا في التشكيل دايما رغم ان موجود عدد من المحترفين وامام عشور وانني ان شاء الله يرجع افضل من الاول يعني لكن هو بالنسبة له هو رقم واحد محمود حمادة كان هدف من اهداف الزمالك السنة اللي فاتت وفي يناير ولكن قصة القيد في النادي فرقه كان موقوف فما ادروش ان هما يضموا الزمالك ما ادرش ان هو يضم محمود حمادة لان فرقه قال ان هو مش هيدخل خالص في قصة بيع احد لعبيه حتى لو ما بيشاركش مش هيضح باي العين فالزمالك بدأ خلال الايام اللي فاتت ان هو يشتغل على مفاوضات مع فرقه خاصة ان فرقه عنده رغبة ان يدعم صفوفه بلعبة من الزمالك فالزمالك قال له هم ما فيش اي مشكلة هناخد محمود حمادة المفاجأة في الموضوع ان الناس كلها كانت بتقول الاهلي حاطت عينه على بوبه الاهلي جاهز السيناريو البديل السيناريو البديل بتاع النادي الاهلي هو محمود حمادة ما اعلموا ان الاهلي تواصل دايركت مع دكتور شيرين حلمي ده مالك النادي عم رئيس النادي رئيس النادي هو الدكتور عزي عشار عمه دكتور شيرين حلمي هو مالك النادي ومالك الشركة وكل حاجة الاهلي اتكلم مع دايرك الرجل رحب ببيع اللعب الأهلي شايف أن الموضوع مع فارقه هيبقى أسهل والموضوع مع محمود حمادة هيبقى أسهل ولكن فارقه بينتظر العرض الأعلى ما بين الناديين الأمور هتمشي إزاي وأيضا رغبة اللعبة كريم هتتحط في الحسابات لأن النادي الأهلي المركز نقدر شوية نقول أن فيه منافسة لكن الزمالك الموضوع شوية مش منافسة قوي لأن برضو الزمالك لما ضم العيبة زي دونجة زي عمر السيسي ما يدروش أنهم يتقلموا سريعا مع الزمالك فالمنافسة في الزمالك أسهل لما تيجي تقرنها بالأهلي هكلمك في قصة محمود حمادة هتتطرق لقصة بوبو خليه نربط لأن في نفس المركز ونفس الموضوع شوية بوبو ما فيش مفاوضات خالص مع الزمالك خالص ولكن دخل قصة بوبو كلها مع النادي الأهلي الأهلي هو اللي بيفاوت بوبو مع فيوتشار ومع اللاعب ووكيله أو الاتنين الوكلة اللي شغالين له القصة كلها ما بين الأهلي وما بين بوبو لكن دخل نادي مفجأ هو نادي برامتز برامتز تكلم ديريكت مع فيوتشار وتكلم مع اللاعب ديريكت وطلب رسمي ضم بوبو وقدم عرض أعلى من عرض النادي الأهلي وبينتظر رد نادي فيوتشار لضم بوبو الصراع دلوقتي ما بين برامتز والنادي الأهلي على ضم بوبو والأهلي حطت محمود حمادة كخيار بديل تحسبا لفشل المفاوضات سواء مع بوبو أو فيوتشار اشتركوا في القناة